في الحدث المركز المؤسف وذلك بعد مرور أيام من وقوع الزلزال في كل من تركيا وسوريا وارتفاع عدد الوفيات إلى قرابة 25 ألف ومئات الألف من المصابين والمشردين تواصل فرق الإنقاذ عملها المضني في محاولة منها لانتشال أحياء بين الأنقاذ هذا وقد دفعت العديد من الدول بمساعدات فورية ومدت يد العون في مسارع الأردن ليكون إلى جانب الشقيق السورية وكذلك التركية حيث سير الأردن مساعدات وتم تجهيزها وإرسالها برا وجوا إلى المناطق المنكوبة والتي أرسلتها الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ووصلت مؤخرا إلى سوريا حديث أكثر المشاهدين حول هذا الملف أرحب بضيفي هنا بالستوديو الدكتور نجيب أبو كركي أستاذ علم الزلازل فأهلا وسهلا بك دكتور حياك الله وأيضا مشاهدين سوف يكون معنا في سياق هذه الحلقة أيضا رئيس الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية السيد حسين الشبلي ولكن سوف أبدأ مع الدكتور نجيب أبو كركي دكتور أهلا وسهلا بك من جديد حادث كارثة في المناطق الجنوب التركي يوم الاثنين الماضي والشمال السوري بعد مرور خمسة أيام من هذه الكارثة التي خلفت عشرات الألاف من القتلى والمصابين اليوم بدأ الحديث عن تحليل لما حدث من حيث قوة هذا الزلزال وتأثيراته الحالية أو حتى المستقبلية تخرج اليوم جهات في مراكز الزلازل التركية تقول وفق التحليلات الأولية أن حجم هذا الزلزال يعادل كألقاء خمسمائة قنبلة ذرية على تركيا هل فعلا زلزال بقوة سبعة درجات فاصلة ثمانية على مقياس رختر يسبب كل هذا المدى الكبير من الدمار الفضل لا في الواقع هي الطاقة المفرغة بهذا الزلزال تكافئ طاقة خمسمائة قنبلة نووية كتلك التي ألقيت على هيروشيما كأن القنابل برضو موديلاته نماذج تعتبر قنبلة هيروشيما إذا اعتبرناها أنها تكافئ ستة حسب مقياس رختر فهذا هو خمسمائة ضعف السبعة وثمانية بالعشرة يعني حسب الحسابات لمقياس رختر بطبع أن عمليا هذا معقول يعني وهذه في الواقع صورة لتقرب من هول الموضوع صورة تقريبية نعم يعني لو أرقية خمسمائة تقوم بالعالم بنتهي من الإشاعات التي تنتج عنها دكتور الحديث اليوم بعض المصطلحات خلال الأسبوع الماضي أكيد استقمننا العديد من العلماء والخبراء في هذا المجال ويتحدثون عن مصطلحات أنا اليوم خلال هذه الحلقة ومن خلالك أيضا استثمارك وجودك معنا نحاول لفهم بعض المصطلحات ما هي الطاقة الموجودة أصلا في الأرض التي يجب أن تخرج تتفرغ لاحقا يعني نسمع هذه الجملة هناك طاقة في الأرض هناك طاقة مخزونة إلى غير ذلك ما هي الطاقة المخزونة في الأرض يعني عندما تلاحظ بركان ترى ما يخرج من طاقة حبيسة في الأرض هذا أحسن مثال يمكن أن يتخيل الإنسان يعني بعض البراكين تكافئ 2 مليون قم لنووية هذه في الواقع كانت طاقة حبيسة في باطنها طاقة حرارية طبعا هي حرارية وأساسا يعني الطاقة لا تفنى ولا كذا لكن تتحول من شكل إلى آخر فالطاقة طاقة بشكل عام فإذا كان بعض البراكين قدر بمليونين قم لنووية فالطاقة التي في باطن الأرض في الواقع يعني تنتج عن حرارتها الأصلية هي ولدت قبل 4.6 مليار سنة والله فوق كل ذي علم عليم يعني هذا هو نتائج العلم التي بعرضها كما هو معروف في العالم من ذلك التاريخ وهي كانت في درجة حرارة عالية يوجد أيضا ما تنتجه التفاعلات النووية والإضمحلال لبعض العناصر النووية الموجودة فيها وما ينتجه ذلك من طاقة هذا يؤدي إلى أن درجة الحرارة فيها بتكون في الأعماق أعلى مما هي على سطح الأرض وتتزايد مع الأعماق لما تتزايد مع الأعماق يعني تعني أنها تؤثر على الصخور وتجعل هذه الصخور الصخور الساخنة أقل كثافة من الصخور الباردة فالباردة تميل إلى أنها تنزل إلى أسفل والساخنة أن تصعد إلى أعلى هذا بيعمل حركة بهذا الشكل هيك نسميها تيارات الحمل بالتالي هذه هي يعني بتضخ كل هذه الطاقة وبتحولها إلى الصفائح اللي هي عبارة عن أول مئة كيلومتر من الصخور الصلبة والهشة أول مئة كيلومتر هي أول مئة كيلومتر هذا الغلاف الصخري حسب نظرية الصفائح طبعا هذا عندما يضخ في هذه الصخور بما أنها صلبة تتحمل إذا ضغطت هكذا رح يتحمل لكن إذا كانت الضغط أقوى بكثير جدا لأنه هش سينكسر فعند الوصول إلى درجة الانكسار هذه هنا يحصل الزلزال على الصدع اللي هو منطقة ضعف أصلا التكسر بصير في مناطق الضعف أساسا ومناطق الضعف فيها في الواقع حدود الصفائح والقطع الأرضية التي تتحرك الواحدة بالنسبة للغاية وهذه التكسرات طبيعية دكتور يعني يجب أن تحدث كل فترة وأخرى إذا ما تحدثنا جيولوجيا حول هذا الموضوع وليس إجراءات استثنائية أو دعني أقول حوادث استثنائية نادرة على خلال ملايين السنوات الماضية بالطبع هي من عشرات ملايين السنوات الماضية والتاريخ الحديث يعني يعني بعطينا برضو فكر أنها تتكرر وتقريبا تتكرر بآلية إلى حد ما متشابهة حلب في تسعمية وواحد وخمسين أصيبت بزلزال كبير هذا حسب الألشيف 1115 زلزال برضو كبير 1138 زلزال كبير ولدينا من الوصف له أنه حصل بها ثمانين هزك ليلة واحدة هذا حلب كم كانت قوته تقريبا التقريبا تكون بحدود السبعة ونص وهذا كان سبعة فاصلة ثمانية بالعشرة له ما فيش فرق هنا لأنه هذا تقريبي كله تقريبي يعني السبعة ونص يأكاد يكافئ كذا في زلزال آخر حصل لسنة 1170 هذا كان من نتائجه ثمانين ألف قتيل في حلب لوحدها هذا في حلب لوحدها دكتور بناء على ذلك التدعيات كانت بألاف الهزات الارتدادية التي بحسب مراصد الزلزال في سوريا وحتى هنا في المملكة مراصد الزلزال الأردنية وحتى في تركيا رصدوا أكثر من ألفين هزة بما فيها بعض الهزات شعرنا بها نحن هنا في أردن دعودك بهذا السؤال ولكن سمح لأنتقل الآن إلى رئيس الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية الأستاذ حسين الشيبي أستاذ حسين يعطيك ألف عافية ويعطيكم ألف عافية على المجهود خلال الأيام القليلة الماضية بتيسير هذه المساعدات إلى الجانب السوري أو حتى إلى الجانب التركي هل لك أن تطلعنا أستاذ حسين عن ما هي المساعدات التي تم تقديمها حتى هذه اللحظة للضحايا وللمتضررين عفوا للمتضررين من جراء هذا الزلزال في سوريا أو حتى في تركيا تفضل الله مساء الخير أخطار الله يعطيك العافية وإلك ولأ الأخوة المشاهدين ولأ ضيفك العزيز حقيقة كما ذكرت كارثة كبيرة أصابت الإخوان في سوريا وفي تركيا وكذلك كان حجم الضرر الكبير اللي لحق فيهم استوجب هذا التحرك للمساعدتهم كما تعلم وكانت هناك توجيهات ملكية سامية امتثلت إلها الحمد لله تنفيذا مباشرا من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وغيرها من الأجهزة الحكومية حيث كان مباشرة تم إرسال مستشفى فريق بحث وإنقاذ كان باكورة عمل اللي قدمته الدولة الأردنية فريق بحث وإنقاذ متخصص بكوادر البشرية والمعدات والتجهيزات بكفاءة عالية وصل إلى تركيا كذلك بدأ بعدها الحاجة إلى المواد الإغاثية والمواد الغذائية والطبية فكان في اليوم الثاني بعدها تم إرسال طائرتين طائرة إلى تركيا مطار أضنى وطائرة إلى سوريا إلى دمشق كذلك يوم الخميس تم إرسال طائرة في الصباح إلى مطار في سوريا إلى مطار حلب وفي مساء نفس اليوم تم إرسال قافلة مؤلفة من سبعة شاحنات سبعة قاطرات شحن ويوم الجمعة تم استكمال كثير من المتطلبات بإرسال مستشفى ميداني متكامل إلى كهرمان مراش في تركيا واليوم الحمد لله أحد الشركات الأردنية أيضا أرسلت عشرة سيارات إسعاف كما تعلم الجهود مستمرة ومتتابعة التنسيق متواصل بيننا وبين الجهات السورية لتسيير مزيد من المساعدات طيب المساعدات يتم نقلها فقط عن طريق الجسور الجوية أستاذ حسين أم هناك نواية لأن تكون عبر القوافل البرية لاحقا أو تم أصلا إرسال عبر بعض القوافل البرية سيدي كما تعلم كانت الاستجابة الأولية مطلوب أن تكون استجابة سريعة وفاعلة حتى تحقق النتيجة المرجوة منها والغاية المرجوة منها فكانت توجيهات سيدي بسرعة إرسال المساعدات فكان إرسال الطائرة ضرورية استخدمنا بداية طائرات الشحن الجوي الآن بدأنا بإرسال القوافل البرية سيستمر العمل بالأيام القادمة بإذن الله بتسيير طائرات الشحن الجوي وكذلك إرسال مساعدات عن طريق القوافل البرية يعني رح نعمل بكل طاقتنا وبكل ما أمكن لأنه هناك متابعة حثيثة من سيدنا متابعة من سيدنا على إرسال مزيد من المساعدات على إرسال على إرسال مزيد من هذه المساعدات وكل ما يلزم إلى الإخوة في سوريا وفي تركيا طيب اسمح لأستاذ حسين أنتقل وأعود من جديد إلى ضيفي هنا دكتور نجيب أبو كاركي أستاذ علم الزلازل دكتور نجيب يدور الحديث اليوم عن موجهتين نظر حول الهزات الارتدادية البعض يقول أنه جيد بعد أن يأتي الزلزال الكبير تأتي مئات أو آلاف الهزات الارتدادية لاحقا تخفف من هذه الطاقة الموجودة والكامنة تحت باطل الأرض وتتفرغ على شكل هزات خفيفة تحدث معك بما نفهم نحن المواطنون بشكل اعتيادي وطبعا أنت لديك تفسير آخر البعض يقول هذه نقطة في غاية الإيجابية كما حدث في نابلس حتى أنه لم تأتي هزة قوية في نابلس إنما جاءت على شكل هزتين أو ثلاثة خفيفات وبالتالي هذا يمنع حدوث زلزال كبير البعض يقول لا هذا مقدم أو كشكل مقدمات لزلزال قد يكون كبير مقبل إلى أين أو بماذا ترجح منه جتين نظر طبال حقيقة يعني حتى ما نكون رومانسيين أكثر من اللازم في هذا المجال علميين في علميين نعم أول شيء قبل قليل ذكرنا بأنه قمبلة نووية تساوي قوة ستة خمسمائة قمبلة تساوي قوة سبعة وثمانية بالعشر يعني نحتاج إلى خمسمائة زلزال من قوة ستة حتى نفرغ طاقة زلزال قوة سبعة وثمانية بالعشر الزلزال الستة ممكن أن يكون مؤذي أما بالنسبة أنه هل هذا مقدم لزلزال أكبر ولا لا هذا لا يعتمد في الواقع على الهزات الارتدادية نفسها أو الهزات وإنما يعتمد على الوسط في عنا ثلاث أنواع من الحالات في أوساط الزلازل نعم وهي كمان يعني جيد أن يفهمها كل من يصرح في هذا المجال في عنا أحيانا يأتي زلزال لوحده هيك من كذا وقوة سبعة ويتوقف الأمر تماما ولا حتى بدون أي لا هزة سابقة ولا هزة لاحقة هذا نمط هذا في الواقع اكتشفوا عالم ياباني اسمه موجي وبنسمي الحالات موجي واحد موجي اثنين موجي ثلاث غالبا للحالات التي تكرر فيها الزلازل بهذا الشكل أو للأزمات الزلزالية في عنا الحالة الثانية هي عندما يأتي الزلزال الأكبر ثم يبدأ ينساب شوية شوية وينتهي بعد ذلك بمجموعة من الهزات الارتدادية وهذا غالبا ما حدث في تركيا يبدو أنه هيك إذا ما كان فيه هزات يعني مسجلة قبل هاي بيكون هذا هو النمط لكن فيه النمط الثالث أنه فيه هزات صغيرة تتزايد تتزايد ثم يأتي هزة كبيرة ثم نعود مرة أخرى إلى هزات صغيرة هذه الثلاث أنماط موجودة وهي مرتبطة وإذا كان في مكان يعني رصدنا هذا الكلام سيتكرر دائما بنفس الطريقة نتعلم منه هذا الأمر لأنه هذه خصوصية من خصوصيات الوسط اللي حصل في الزلازل لأنه الأوساط متنوعة جدا وهذا من أسباب مشكلة الفشل في التنبؤ بالزلازل لأنه كل زلزال يعني إله وسطه إله مزاجه تقريبا إله إله الصخور اللي موجود فيها والضغوط اللي بتعرض إلها والطبقات اللي بتكون فيها فهي في الواقع عبارة عن تركيبة معقدة من الأمور لكن في النهاية حاليا علم الزلازل يستند إلى هذه ثلاث أربعة نقاط اللي ذكرناها منذ 1963 موجود طيب في وجه نظر أخرى تقول أنه ما حدث في زلزال تركية حفز الصفيحة العربية لأتحرك أنا بحكي لك شو ممكن يقول بعض العلماء وانت بتفسر نحن موجود معنا دكتور يوم عشان نتحلل لنا هذه النقاط ونستفيد منك بكل سورة بعد يقول أنها تحفزت لذلك جاء تحرك الصدع في نابلس بهزتين ارتداديتين بأربعة أو حوالي أربعة ونصف بالعشرة بالدرجة باعتقادك هل هذه النقطة لها سند علمي؟ أبدا والدليل لأنه لازم يكون فيه دليل من أعطى هذا الكلام يجب أن يعطي دليل إنما من أيضا ينقضي يجب أن يعطي دليل جيد هذه المنطقة نفسها لصدع الكرم الوادي الفارع حصل فيه مجموعة زلازل في السابق لن نعرف ما حصل سابق 24-884 زلزال قوة وخمس واثنين بالعشرة تابعوا سلسلة الزلازل أيضا من طراز درجة ثلاث انتقل هذا النشاط إلى منطقة وادي الفارع على صدعي وادي الفارع من صدع إلى آخر قفز وكان عمليا كل شهر نوفمبر عبارة عن هزات من النوع اللي أقصها أربعة ما كانت مؤذية كثير ثم انتهى المطاف في 25-1-985 بزلزال نهائي ختم هذا ما الذي حفز هذا؟ هل كان فيه زلازل في تركيا؟ لا الآن تركيا الزلازل اللي حصلت فيه تركيا شيء مهول 1939 1941 1943 1953 1957 1967 1999 وكلها زلازل فوق السبعة مما يعني تقريبا عندنا بدنا 2000-3000 سنة حتى صير عندنا واحد منها هذه حصلت كلها في 60 سنة بعد كل هذه الزلازل هل لاحظنا أي نشاط على الصدعي الأردني؟ جيد لا أنت قلت بالنسبة لتكون رومانسيين وهذا كلامك مطمئن يعني دكتور جميل جميل مطمئن وعلمي رائع جدا أنا مبسوط لأن هذا الكلام علمي ومريح لأنه تشفت خلال الفترة الماضية دكتور وإشاعات اللي صارت حالي لي بس أحط بينغوسين فضل إذا حصل شيء بكرة يعني هذا لا يستغنى لأنه يعني فيه فيه قدر الله وفيه بالصدفة وفيه كل أمور من هذا النوع يعني إحنا حاليا هذا الزلزال اللي حصل تراكمت عليه كل الظروف السيئة الممكنة في الليل ساعة واربعة وسبعة عشر دقيقة صباحا كل الناس نايمين ومش عارفين ومش عارفين حذرهم في الشتاء القارس الدرجة صفر كمان هاي شيء إضافي زلزال قوته كبيرة في منطقة مأهولة كل العوامل تراكمت حتى يكون هذا الوضع في أسوأ ما يمكن جيد ليس أنا سألتك هذا السؤال عشان نطمن المشاهدين وفق أسس علمية دكتور احنا بنعرف في الأخير أنه ما في علم لحد الآن بتوقع حدوث الزلازل ولكن أنت اليوم تفند بالعلم بالمعطيات الدقيقة أنه ما في شيء اسمه وقع زلزال في تركيا حفز الصفيحة أو الصدع البحر الميت وبالتالي احتمالية أن يحدث الزلزال في هذه المنطقة أصبح أقرب من أي وقت مضى هذا شيء وهذا شيء وفق كلامك وفق أسس علمية تتحدث دكتور هذه النقطة في غاية الأهمية كان ممكن أقتنع فيه لو كان قبله دراسات بدها سنتين زمان قياسات نعرف الضغوط نعرف الاتجاهات تحاليل شيء يبنيه بس هيك على الطائر في خلال ساعة ونص نطلع بهذه الفكرة كيف ما بصير طيب ممتاز أعود للأستاذ حسين الشبلي أستاذ حسين اليوم نتحدث عن مساعدات قدمات مواد إغاثية غذائية ومستشفى ميداني إلى الجانب التركي وإلى الأشقاء في سوريا ما المقبل أيضا من إجراءات لدى الهيئة الخيرية الهاشمية خلال الأيام القليلة المقبلة أو حتى الساعات المقبلة هناك شغل كبير حول هذه النقطة سيد وكما تعلم نحن كهيئة خيرية أردنية هاشمية وكدولة أردنية الآن يعني على إدراك بحجم الكارثة وحجم الضرر للحق في سوريا وتركيا لذلك في تواصل كبير الآن مع الجهات السورية والجهات الرسمية في تركيا لتقييم الاحتياج وتقييم الاحتياجات المستقبلية يردنا على مدار الساعة تقييم الاحتياجات نحاول من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ومن خلال كافة المؤسسات والشركات وشركاء أيضا بالعمل على الوصول لتحقيق هذه الاحتياجات لإيصالها إلى المناطق المتضررة لأنه كما تعلم الآن يعني دخلنا بمرحلة خطيرة أنه معظم الجثث أو الضحايا اللي كانوا تحت الأنقاض قد يكون يعني الآن دخلنا بمرحلة جديدة لا حول ولا قوة إلا بالله الآن عنا أشخاص كثير أصبحوا بلا مأوى أنت الآن بحاجة إلى مواد إغاثية مواد إيوائية مواد غدائية مواد طبية لإسعاف الجرحة عنا أعداد كبيرة من الجرحة والمصابين الآن يعقبها طبعا حتى بالأيام القادمة أو الشهور القادمة في استجابة نفسية حتى للتعامل واستمرار استجابة بالحاجات الضرورية لذلك إحنا بحكم العمل المستمر لدينا الآن التواصل مستمر مع الأشخاص المشرفين على إدارة الكارثة سواء في سوريا أو تركيا للوصول إلى هذه الاحتياجات وتحقيقها وتقديمها لهم ممتاز أستاذ حسين وهذا يدفعني كي أسألك وظيفة الهيئة الخيرية الهاشمية هي بإصال فقط المساعدات وجمعها أم بالإشراف على توزيعها لاحقا إلى المناطق المنكوبة سيدي الحمد لله إحنا الكهيئة لدينا من الإمكانيات أولا لإيصال هذه المساعدات بأي طريقة سواء كانت جوا أو برا إيصالها وكذلك إحنا جميع الرحلات التي سيرناها كانت برفقة برفقة فريق من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حتى يشرف على إيصال هذه المواد وإيصالها إلى الجهات المعنية حتى يتم التأكد من توزيحها على الجهات المستفيدة حقا والجهات التي تتمكن من إيصال هذه المساعدات المساعدات للمناطق المتضررة والأشخاص المتضررين طيب أستاذ السين اسمح لي واسمح لي أيضا دكتور نجيب سوف أنتقل الآن إلى مراسلة المملكة من دمشق جوليا العوض لحدث أكثر حول عمليات البحث والإنقاذ المستمرة منذ نحو ستة أيام حتى هذه اللحظة جوليا أهلا بك في برنامج أخبار الأسبوع إلى أين وصلت عمليات البحث والإنقاذ حتى هذه اللحظة في مناطق الشمال السوري فضلي نعم يعني عمليات الإنقاذ والبحث عن سواء الانتشار ضحايا أو سوريين ما زالوا على قيد الحياة ما زالت مستمرة من قبل فرق الإنقاذ السورية أو المتواجدة من الدول الشقيقة والصديقة الأحصائية ما زالت مستقرة بحسب وزارة الصحة السورية تم الإعلان أن عدد الضحايا وصل إلى 1387 حالة وفاة و2326 إصابة وذلك في حصيلة غير نهائية هذه في المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة السورية أما في شمال غرب سوريا هناك أكثر من 1100 حالة وفاة والكثير من الإصابات أيضا ومعبر باب الهوى كان أعلن في وقت سابق عن دخول ضحايا من السوريين تم استلام جثثهم من تركيا وهناك أكثر من 800 شخص وقعوا ضحية الزوزال وهم متواجدين في تركيا بالنسبة لعمليات الإنقاذ مستمرة وفي آخر التطورات أيضا عدد 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 الضحايا في حلب وصل إلى 443 وفات و162 منهم أطفال وبلغ عدد الإصابات حتى اللحظة 700 إصابة تخرج معظمهم من المستشفيات وبقي حوالي 100 إصابة موزعين على مشفى الجامعة ومشفى الرئيزي حقيقة الوضع كارثي جدا أن الأمور كانت بطبيعة الأحوال تعاني سوريا من نقص في مختلف الجوانب وجاء هذا الزلزال وزاد طيام هذا الوضع كارثي ولكن بدء وصول المساعدات إلى مناطق الشمال السوري كيف تجري عملية التوزيع لهذه المساعدات جوليا وأيضا هل وصلت إلى جميع المناطق تحديدا في الشمال السوري في ظل بدء وصول المساعدات إلى مناطق الشمال السوري حتى هذه اللحظة بالنسبة لتوزيع المساعدات أشير إلى جانب تحدث عنه رئيس مجلس الوزراء قال أنه تم اتخاذ قرار يؤكد على التنسيق بين المؤسسات الحكومية والاتحادات والنقابات والجمعيات الأهلية وحصر تسليم المساعدات لللجنة العليا للإغاثة التي بدورها تقوم بتوزيعها على المحافظات المتضررة والمنكوبة والتي كانت أعلنت عنها رئاس المجلس الوزراء وهي حلب واللاذقية ومدينة جبلة وحماه كما تم توجيه المحافظين لتسمي مشرف خاص بكل مركز إيواء لتوزيع هذه المواد وضمان وصولها إلى المتضررين بالنسبة لمناطق الشمال يعني بعد ظهر اليوم كان مصدر إغاثي تحدث أنه تم الحصول على موافقة لإدخال المساعدات إلى إدلب على أن تصل يوم غد نظر أيضا تحدث أن القافلة مكونة من 14 شاحنة وهي جاهزة كانت الحكومة السورية جهزت 14 قاتلة ومقتورة محملة بكل أنواع المساعدات وكانت هي بطبيعة الأحوال تنتظر منذ أيام لكن رفضت الأمم المتحدة إدخال هذه القافلة الدولة السورية جاهزة لإدخال قوافل المساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة بأي لحظة بعد فتح الطرف الآخر للمعابر أشكرك جزيلا شكرا على كل هذه التفاصيل ومعطيات جوليا عوض مراسلة المملكة من دمشق وأعود الآن إلى ضيفي هنا بالسود الدكتور نجيب أبو كاركي دكتور اليوم الحديث أنت تحدث عن صفيحة تحدث عنها بحجم 100 كيلو متر العمق عمق 100 كيلو متر طيب نسمع أنه زلزال تركية وقع على عمق 80 كيلو متر صحيح أن نكون مخطئ بهذه التفاصيل زلزال نابلس وقع أذكر عندما قرأت على عمق 1 كيلو متر أو 10 كيلو متر لا أذكر ما الفرق وما هو الأخطر أن يكون عميق أم أن يكون قريب من سطح الأرض طبعا في مقارنة زلازل من نفس الطاقة يعني الأصلية في الواقع الزلزال السطحي يطور نوع من الموجات بتسميها مواجهة سطح الزلزالية هي الأكثر تدميرا ويكون دماره كبير نسبيا هذه مميزته الزلزال العميق بيكون الإحساس فيه على مستوى أوسع لأنه عبارة عن قمع وبنحس عمليا في الموجات الزلزالية عندما تأتي إلى منطقة واسعة ولكن بيكون نتيجة بعده لأنه 80 كيلو متر هي بعد يعني عمليا لمصدر الطاقة عن المكان اللي بتأثر في فعالياتها بتكون يعني عمليا التأثيرات أقل ولكن كل شيء يعتمد على مقدار القوة الأصلية اللي تم تفريغها في هذه المناسبة هذا هو الوضع بالنسبة لموضوع الأعماق ولكن العمق في النسبة للزلازل هو عبارة عن عنصر يصعب حسابه تقديري كثير من الأحيان كثير من الأحيان يعني النتائج بتطلع يعني إلى حد منها لو أضفت محطة وحدة بتغير لك النتيجة هاي من طبيعة المشكلة إذا فيه مرصد قال أن العمق خمسة الآخر قال ثمنتاش هذا كله عمليا وغالبيت المراسد بتحط رقم عشرة كأشي مفترض وبنتخلص من هذا المعامل اللي يعني حسابه صعب إلى حد ما ويعتمد بهذا الشكل يعني ما نعطي أهمية كبيرة لمسألة التفاوض موضوع العمق طب دكتور ولكن البعض أيضا عندما وقع هذا زلزال التركي هل تعرف موضوع زلزال التركي وما خلفه من أضرار واسعة جلب الجميع للحديث حول هذا الموضوع من علماء أو حتى نشطاء دعني أقول ولكن سؤالي أنه بعض يقول أنه هناك أصلا هذه الزات تتكرر شبه يومي حتى هنا في المملكة على واحد درجة واحد رختر أو اثنين اثنين ونص ثلاث لكن لا يشعر بها المواطنين وبالتالي هل هذا يحدث دائما وصلت الضوء عليها موضوع زلزال تركي أم ماذا نعم وفي الواقع منطقة البحر المتوسط يحصل بها يعني من أربعين إلى خمسين زلزال من قوة ثلاث إلى أربعة خمسة في اليوم بشكل عام تركيا لها نصف هذا الرقم لأنها هي منطقة زلزالية من النوع الفخم يعني من وقت إلى آخر بيطلع عندك زلزال أكبر زي هذا بيصير في سياقه هزات ارتدادية بيصير العدد مئتين زلزال في اليوم طبعا في بلد مثل تركيا زلزال أربعة أربعة بالعشر لا يثير اهتمام يعني ما حدا بنتبه له لأنه روتيني زي زلزال نابلس هذا اللي إحنا عنا لأنه إحنا عنا هذا زلزال بيصير عنا كل بضعة أشهر مرة من هذا النوع أقوى شوي بدنا فترة أطول وعمليا بيكون فيش وراء هزات ارتدادية صحيح وهي مناسبة حتى نفهم شوي عن موضوع هزات ارتدادية بدي أمثلها بما يلي قطعة صخر على تلة إذا كانت تلة صغيرة ارتفاع عشرين متر بتقع هاي القطعة لفة لفتين ثلاث ثلاث هزات ارتدادية بتوقف لكن إفرض أنه كان الارتفاع واحد كيلومتر يعني الطاقة اللي فيه أكبر بكثير بده ينزل لفة لفتين ثلاث أربعة مئتين لفة حتى يوقف ويرجع إلى حاد التوازن كل خبطة في الأرض هي عبارة عن هزة ارتدادية بتحاول تعيد وضع التوازن السابق بعد تفريغ كم كبير من الطاقة وخلق اضطراب في تلك المنطقة لا تحب الطبيعة يعني بشكل عام صحيح إحنا أي شيء بصير فيه إشكالية متى بوقف لما يستنفذ يعني عمليا الطاقة لذلك أنا أميل وجدت نظر الثاني وأنت لا أعرف وأنت أدرى مني دكتور عندما سألتك عن وجدتين نظر أنه يكون الارتداد بداية أو مقدمة لهزة كبرى أم هزة كبرى ثم يأتي بعدها ارتداد من اسمها هو ارتداد لشيء وقع نعم بس هذا في الواقع في النهاية هي مواصفات المصدر الزلزالي الصخور اللي حصل فيها البؤرة اللي حصلت فيها هذه الزلازل طبعا هذا ما بتغير بسهولة مع الزمن يعني قد يحتاج لمية مليون سنة حتى أنه يختلف الطبع هذا بعد أن تكون الصفيحة قد تحركت لمسافة أكبر والصخور قد ترسبت بشكل أفضل وتماسكت بشكل أكثر يعني هذه هذه برضو من فوائد علم الزلازل أنت تصبح تصنف الصدوع بتصنيفات بتفيد مثلا صدع اللي حصل عليه في 1956 في لبنان الزلزال اللي ذكرناه بأنه هو الوحيد اليتيم يعني في خلال القرن الماضي بعد الزلازل تاعة تركيا كلياتها حصل على ثلاث دفعات الفرق بينها ثمان دقائق وقال 11 دقيقة معناته في ذلك الموقع إذا حصل في هزة من هذا النوع قوة خمسة واللي خمسة وسبعة بالعشرة جيد أن الناس بعد الهزة تترك الأبنية وتطلع إلى أماكن مفتوحة لأنه فيه احتمال يجي هيك طبيعة المنطقة أن يأتي شيء آخر وهكذا يعني طيب أنتقل الآن لأستاذ حسين ناشيب لأستاذ حسين اليوم نتحدث عن هذه المساعدات للهيئة الخيرية الهاشمية ونتحدث كيف يتم تجميح هذه المساعدات ومراكمتها كيف يعني اليوم هناك دفعية لدى المواطن الأردني للتبرع للأشيقاء في سوريا للأخوة في تركيا ما هي الإجراءات التي تقومون عليها لجمع هذه التبرعات سيدي شكرا إلىك بداية يعني تعرف كهيئة خيرية هاشمية لدينا مخزون استراتيجي يتناسب مع مثل هذه الأحداث ومثل هذه الظروف واستعدادات سواء إن كان لحدث زلزالي أو حدث نزاعات داخلية لدينا من التخطيط المستقبلي والاحتفاظ باحتياطي مناسب من هذه المواد اللي يكفي لتحريك مساعدات مباشرة عند الطلب ولكن بحجم هذا الضرر وبحجم المساعدات يتم فتح عادة باب التبرعات سواء كانت التبرعات المادية أو التبرعات العينية استجابة لتلبية كافة التبرعات المادية أو التبرعات العينية للحصول على هذه التبرعات وأرسالها إلى المتضررين هناك وكيف الإقبال؟ وبالتالي المجموعة كامل كاحتياط من موجودات الهيئة والتبرعات الحمد لله إقبال كبير ومناسب وهذه ميزة في ناسنا وأهلنا سواء كانوا مؤسسات سواء كانوا شركات اتحادات نقابات على مستوى أفراد إقبال كبير لأنه كما ذكرت أنت في بداية الحلقة الكارثة كبيرة والشعور الذي يدفع المواطن الأردني هو شعور معقول المواطن معقول المصاب معقول المتأثر في سوريا وفي تركيا لذلك كان إقدام كبير من كافة الاتحادات والنقابات وكافة المؤسسات وكافة الأفراد للتبرع شاكرين لهم جدا على هذه الجهود وهذا ما نتوقع عادة من مؤسساتنا ومن أشخاصنا اللي بيعملوا معنا ومن شركائنا أيضا وأنا تشكرك جزيلا شكرا لسؤاد حسين الشبلي الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية شكرا جزيلا لك وأنهي مشاهدين هذا الملف مع هذا سؤال أخير للدكتور نجيب أبو كاركي دكتور سؤال أخير في دقيقة لماذا لحد هذه اللحظة رغم تطور العلم لا يمكن التنبؤ بالزلازل تشبيه لدينا نسبة جيدة بإذن الله بالتوقع لعلم الطقس مثلا وهو موضوع غيبي بأمر الله طبعا وطبعا بمشيئة الله سبحانه وتعالى لماذا لحد هذه اللحظة لا نصل إلى هذه المرحلة من التوقع باختصار شديد الطقس كل شيء يحصل أمامك في الجو بينما العوامل الأخرى في علم الزلازل يعني تحصل على عمق 30 كم لا يمكن أن تصل له يوما ما وما أني أخذت أقل من دقيقة بدي أستغلها 30 ثاني بتوجيه تحية كبرى إلى الهيئة الهاشمية الخيرية وإلى الدفاع المدني وإلى العقول التي بيضت وجهنا في هذه المناسبة وأود أن أقول لا تترددوا اذهبوا بقلب رب لأن هذا في الواقع يعني لو أرسلنا أكبر عدد ممكن سيفيد الناس الذين هناك فائدة يعني هم بحاجة إلها وأيضا سيفيدنا جدا من حيث التدريب الذي لا يقدر بثمن في هكذا ظروف في ظروف يعني قاعدة بتصير هناك سواء أطباء سواء دفاع مدني منقذين في الواقع هذه خبرة لا تعوض ولا تقدر بثمن ومفيدة إنسانيا إلى أبعد حدود فكرة هذه الطيارة إجت حاليا الله يعطينا الفعافي نصلا الله أننا جندبنا إن شاء الله مثل هكذا مآسي وكوارث أشكرك جزيل الشكر الدكتور نجيب أبو كاركي أستاذ علم الزلازل أعطيك الفعافي شكرا عن كل هذه التفاصيل والتوضيحات دكتور شكرا جزيلا لك شكرا شكرا